كيف حالكم أصدقاء سعد الله كل أوقاتكم سيناريوهات جدا مهمة بالبيتكوين لازم تكون حزر خلال الساعات القادمة مع أعلان فيدرالي اجتماع عاجل لأخذ قرارات مستعجلة يوم 3 أكتوبر بعد يومين شوي السيناريوهات اللي متوقع بالنسبة للبيتكوين كل هذا رح نعرفه بهالفيديو إذا أول مرة بتشوفني بتمنى منك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أيضا هالفيديو أصدقاء في علي مسابقة جائزة رح تكون سحب من التعليقات وشان هيك بتمنى منك توقف الفيديو هلأ تنزل تعمل اشتراك تفعل زر الجرس حتى توصلك إشعارات فيديوهاتنا القادمة وتترك لنا تعليق خلينا نتقل للفيديو النظرة الكبيرة للبيتكوين من أكتر من شهر اللي احنا ما زلنا تحت ضغط بيعي أسفل الترند هذا الترند هذا يلي كل مرة عم نصطدم فيه عم نفشل باختراق هالمسلس هذا الخط حاليا عند مناطق التساطعاش الف وثمام مية البيتكوين في حال سباته أعلى هالخط هذا عندنا أهداف عن هدف العشرين الف وخمسمية عندنا هدف الثاني واحد وعشرين الف وخمسمية الهدف الثالث تنين وعشرين الف وستمية لكن هالأهداف هاي صعبة نوعا ما بالوقت الحالي بيظل الضعف في يلي حاصل بالبيتكوين إذا منشوف الارتدادات السابقة كل مرة كنا نحصل على ارتداد عند ملامستنا ١٨٠٠ كنا نحصل على ٢٠٠٠ في المرة الأولى ١٨٪ بالمرة الثانية و ٢١٪ بالمرة الثالثة المرة الثالثة حصلنا على ارتداد ١٢٪ وبعد هالسعر عاود الهبوط مرة ثانية إذا هالضعف في الفوليوم هذا بنبقنا أنه لسه فيه هبوط بالبيتكوين إذا منحط البيتكوين أصدقاء على فريم الساعة منشوف البيتكوين على فريم الساعة كسر لها تريند هذا وحاليا عبيد داول جانبي مع العلم كسر هالتريند هذا هدفه بالمرحلة القادمة هي مناطق ١٨٦٠٠ لكن حتى ما نقع بالفخي اللي وقعنا فيه بالسابق أصدقاء إذا منلاحظ بهالمنطقة كنا أيضا راسمين تريند حكينا كسر هالتريند هذا رح يعملنا هبوط وعملنا هبوط كاذب في هالمنطقة هي صار في عنا هبوط كاذب بعدها صار في عنا صعود قوي إذن لازم ننتبه من هالنقطة في حال السعر رجع أعلى لتريند أو رجع لمناطق ١٩٥٠٠٠ ممكن يكون في عندي صعود بالمرحلة القادمة لكن طالما لحنا أسفل مناطق ١١٥٠٠ لحنا اتحت ضغط بيئي إذن لازم تنتبه من الفيك أوت يلي صار بهالمنطقة هاي ما يصير بهالمنطقة هاي ويتكرر بما أنه ارتدينا أكتر من مرة من هالمسلس هذا من الخط السفلي للمسلس متوقع نرتد مرة رابعة إلا إذا السوق عملنا مفاجآت وكسر بيها المرة هاي خط الدعم يلي بيمتد من مناطق ١١٠٠٠٠٠٠٠٠ إذا تم الكسر بهالمنطق هدفنا راح يكون قرابة مناطق القاع السابق قرابة مناطق ١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إذن حتى نتجنب الهبوط لأسفل الخط يلي بيكون عن ١١١٠٠٠٠٠٠ لازم نرجع نستعيد مناطق 19500 بعدها نحاول نأقفل على الترند يلي شايفينه حاليا هذا الترند ممكن نحركه له المنطقة هاي وممكن يكون عند مناطق 19500 اذا منحط البيتكوين على فريم اليوم اصدقاء البيتكوين كل هالوقت هذا محافظ لي على خط يلي نزل فيه من 68000 لحد المناطق الحالية اقتربنا من اتخاذ خطوة قوية بالبيتكوين اذا منشوف لحنا عم نتداول بهالخط هذا من اكتر من 325 يوم 325 يوم ما قدرنا نخترق هالخط هذا الرفض من هالخط هذا يعتبر سلبي جدا في عنا اهداف بالاسفل رح نضربه بوقت قريب اذا منشوف البيتكوين احصائيه البيتكوين بشهر اكتوبر للسنين الماضية باغلب السنين الماضية كانت اشهر خضراء على البيتكوين شهر اكتوبر كان شهر اخضر على البيتكوين باغلب الاشهر السابقة الا بشهرين كان عندنا هبوط 3% و12% ممكن يصير هبوط وبداية اكتوبر بعدها نحصل على ارتدادة يلي عم نستنها ضمن شهر اكتوبر هذا يلي منتمنى اصدقاء هيك وصلنا نهاية الفيديو وتمنينا لعجابكم ما تنسى تعمل لي اشتراك وتترك تعليق ممكن تكون احد الرابحين الى اللقاء